اشتركوا في القناة حلقة جديدة من الأخبار على طريقتنا التعليم أهم شيء مبدئياً بالدني يعني بقولوا لك العلم والثقافة هو أهم شيء بكون الناس معاك كتير مصاري إذا بتحس أنه منا مسقفة ولا منا متعلمة ما بتحب تحكي أنت وياها وقابت بكون الناس معلمين ومسقفين ممكن فقرة وما معهم مصاري بس تبقى القاعدة معهم بتطول العمر وبتكبر الراس فالعلم ما له علاقة بالمكانة الاجتماعية طيب كتير مياه اليوم العلم كمان مش بس بالمدرسة خاصة المقولة الشهيرة اللي هي الحياة مدرسة الحياة اللي بتعلمك طيب اليوم فيك تتعلم من شخص بتحبه وفيك تتعلم من شخص بتكرهه فيك تتعلم من شخص خينك فيك تتعلم من شخص إزيك أهلك وطبعاً بطبيعة الحال أكيد تتعلم من المدرسة ومن أستزدك بحلقتنا اليوم بلنا نعمل شوية مقارنة عن المدارس الموجودة بعالمنا العربي والمدارس الموجودة بالعالم الأجنبي طيب نحن عادة ببرنامجنا واللي معوض على برنامجنا بيعرف انه نحن ناس كتير مننصوا في العالم العربي لانه نحن اصلا شباب عربي فاصلا هذا قال شي فينا نعمله ومنفرج دايما عوائب وشوائب الموجودة بالعالم الغربي انما اليوم وللأسف عملنا كتير ابحاث تنجرب نحط التعليم العربي بمكانة حلوة يعني ونقارن فيها التعليم الاجنبي وفشلنا فرق كتير كبير بين المدارس بالعالم العربي والمدارس وطريقة التعليم بالعالم الغربي نرجع منقول للأسف انما نحن رح نضوع على هذا الموضوع ممكن يكون كتير مفيد حتى رح ناخده شكل كوميدي مثل العادة بس بنفس الوقت نحن من جوا مش مبسوطين طيب اليوم رح نحكي عن غانا غانا اليوم منه بلد غني يعني اليوم منه بلد غربي مش عم نحكي نحن بامريكا واستراليا والمانيا والبلاد بتقولوا طب لمين عم بتقارنونا عم عربي غانا مفروض كمان يعتبر بلد فقير في استيز حابب يعلموا ولادو وورد دوكومنت تلميزو يدرسو ويتعلمو الورد دوكومنت تبع مايكروسوفت بس بغانا وبهايد المدرسة ما في لابتوبس ما في كومبيوترز ومصر بدو يعلمو مو عندن لابتوب كيف بدك تعلموا الورد دوكومنت من غير لابتوب تفضلوا شوفو لذلك دعونا نظر ان هذا هو موسي ثم سوف أتحركها إلى دوكومنت من غير لابتوب لذلك نريد أن نقوم بتقارنونا ومعرفة موسيقى 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 لذلك عندما تقلق على موسيقى لا تحتاج إلى موسيقى اخذتك يعني عن جد يقولوا المعلم رسالة عن جد يعني تحية وشابو لهيك استيز بدو يرسمنون على البورد أصغر تفاصيل الورد كرميل يتعلموا بالإمكانيات اللي عندون إياها برافو هيده بغانا طيب خلينا نعطيكم هيك متل فوش صغيري نقلكون أحسن مدارس موجودة بالعالم موجودة بفنلند فنلند بتحتل المرتبة الأولى عالميا من ناحية العلم والتدريس بفنلند الولد بيفوت على المدرسة عمره سبع سنين هيده بعد ما بلشنا أول امتحان إجباري بيعمله عمره ستعشر سنة نحنا منبلش من عمل الأربع سنين منروح عند أهلنا عنا عنا امتحان بعد يومين وبعد سنتين ثلاثة منبلش نموت رعب من المدرسة ونكره المدرسة منورة هيدول الموضيع سبع سنين بيفوت ستعشر سنة أول امتحان ما عندهم مدارس خاصة بفنلند كله رسمي كله مجانا باس مجانا بيأكلوا مجانا طيب فنلند اليوم خلقت نوع سياحة جديد هو السياحة التعليمية اليوم في ناس تطلع على فنلند بس لا تتعلم ولا تدرس قد ما النظام هونيك يناجح اليوم لما بيكون عندك تجربة هالقد ناشحة ليه ما بتجرب كبلد انت يعني تاخد شوي تخففوا عنا شوية هاله هالضغط الهكاك ما عم تلاقوا نتيجة طيب حط يا خي فنلند على جنب طير على كوكب اليابان بكوكب اليابان التعليم بنظرن مش مش بالكتب والقراية والامتحانات تعليم ان التلميذ لازم كمان هن الصباح يمسحوا الارض وينطفوا المدرسة قبل ما يبدأوا بالدرس تفضلوا شوفوا اشتركوا في القناة نحن عنا بعلمنا العربي اذا طلبوا من التلميذ يمسحوا بيروحوا تلميذ ضغري بيشتكوا للأهل بيجوا الاهل بيعملوا مشكلة مع الاستاذ شو انا بيعط لك ابني لتعلموا ولا لا يمسح لك الارض وينظف لك الطاولة مجيبش غلط هيك خيها المفهوم كوكب اليابان طيب بس نحن هلأ جايبين كون خبر منه حلو عن اليابان كمان نحن ما بدنا كله هيك كمان الاخبار انه حلو حلو عن بلاد الغرب لا اليوم في مدرسة باليابان الكوستيوم تبعها اليونيفورم باي جورجو ارماني سبعمية وتلاتين دولار الكوستيوم من جورجو ارماني تفضلوا مستر جورجو حضروا يونيفورم ايه بس ما نسكت علي الاهلي كله نشتكوا وقالوا شو يعني وكيف هالتفاصيل والله حبت المدرسة تتهيقض مع جورجو ارماني هايدي باليابان كمان نتقولون انه اليابان هي روعة بكل شي لبسه من عند جورجو ارماني شوفوا يحي خيه هايدي مدرسة بانجلند شوفوا اليونيفورم اربعمية وخمسين سنة نفس اليونيفورم مغيروه من اربعمية وخمسين سنة كانوا يلبسوا جوب وبعضهم بيلبسوا عادي اه جورجو ارماني وتخبرونا اخبار سليتوا بالاخبار الاجنبية رح اجيب لكون سيمبل صغيرة عن مدرسة عربية استيز اخد مصاري من تلميزو ليخدو الرحلة وبعده يرلغ الرحلة وما رجع المصاري للتلميز تفضلوا شوفوا لتلميز شو عملولوا بالمدرسة للاستيز اشتركوا في القناة 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 عايزين فلوسنا عايزين فلوسنا طورت المظاهرة وهلأ صارت الشعب يريد إسقاط الأستاذ الله يسطر دمروا المدرسة دمروها للمدرسة شو بدك تقولي؟ للأسف ما تقولوا أنه عم ندوع القصة الصلاعات لبس هحيئة؟ هيدا اللي صار؟ طيب معتنا أيمن بهذه الحلقة كمان كيرميل نسأل الشارع عن رأيه بالتعليم هايتل نشوف شو عندون أجوبة شايفة إيه الفريق ما بين المدرسة الحكومة والمدرسة الخاصة؟ والله المدرسة الحكومة صراحة من وجهة نظر يعني أنها بتدخل أي حد بأنها يعني عشان من غير فلوسه كده ومدرسة الخاصة بيدخلوها الناس معينة من فئة المجتمع من وجهة نظرك إيه الفريق ما بين التعليم الشرعي والتعليم الغربي؟ إيه يعني التعليم الغربي والأفريق والحاجات دي إيه؟ أقولي إيه يعني ولا إيه؟ الفريق ما بين التعليم الشرعي والتعليم الغربي؟ يعني الفرق التعليم الشرقي كويس وحلو كل حاجة والتعليم الغربي عادي برضو هل اتنين حلوان؟ اه الأ sand congratulations شکرا لكم حسن كيف ساجل معك ساجل معك أصمحت؟ حسن كيف ساجل معك وساجل معك ساجل معك ، حسن كيف ساجل معك؟ ساجل معك؟ ها؟ تعليم يا أكان أهل Lipa كيف ساجل معك tutti تعليم؟ تعليم زمان ساجل معك؟ تقول لا يوجد تعليم الماضح ان الناسы suka تعليم لressive joins me مفيش حد عايزة كاميرا التعليم طبعا اعمل ايه هو التعليم معي بول ممكن استكلم معاك رسوها اكيد التعليم الغريبي احسن بكتير من التعليم الشارقي لانه ما بيعتمدش على كل حاجة انها يحفظ يعني بيبقى في جانب كبير جدا اكتر من عندنا يعني بس بيعتمد على القدرات في حاجات كتير يعني لك انا عندنا تحفظ هتحل هتجب الامتياز بس هناك في تعليم هنا لا ده الفرق الفرق هناك في تعليم وهنا مافيش هو فعله حكي بس تعليم الغربي تعليم الشارعي الفرق بين السماء والارض نحن من عندنا من هون من عالمنا العربي طلعت مقولة حافز مش فاهم عارفين حافز مش فاهم لو نحن عهيك ربينا لازم نحفظ نحفظ لنعرف بس تاني يوم نعمل الامتحان تبعنا فهمنا ما فهمنا مش مشكلة ايها مشكلة قبل ما نطلع على بريك بدأ لكم خبرية حقيقة في زعيم عربي حكم بلد عربي ما 30 سنة سفر على ألمانيا كرميل يعمل عملية جراحية لقلبه فسأل الطبيب عم بيقول مين هدا الشخص اللي جايين يعمل عندي عملية فقالت له المساعدة قالت له هيدا رئيس البلد الفلاني قال له والله قالت له ايه صار له 30 سنة حكمه لها البلد قال له هيدا حكم فاشل قالت له نعم ليه عم تقول عنه هيك اول مرة بتشوفه ما بتعرف شو اسمه حتى قال له اذا صار له 30 سنة حكم البلد وجاي لعندي عالمانيا لعالجه وما عنده بعد مستشفى تعالجه ببلده يعني حكم فاشل يلا بريكم نرجع موسيقى موسيقى ورجعنا معكم بعد البريك التعليم عم يصعب على الاسات زي نفسهم خاصة من بعد انتشار التكنولوجيا جوجل فايسبوك وايكيبيديا وكلها دول التفاصيل نحنا من قبل استيدنا كان يقلنا معلومة دغنيا اوه هلا بيقول معلومة بالصف بعد دقيقتين بفط التلميذ دغنيا بيقولوا لا يا استاذ ما لاك هونة شو قيلين دغنيا بيقضى عليه بالاستاذ فالتعليم عم يصعب على الاساتز اكتر واكتر بموضوع التليفونات كمان الموضوع صاير ممل يعني الأهل صارين بيهلق الظروف بيبعثوا مع ولادهم تليفون كمان للأطمئنين عن ولادهم والأسازة بنفس الوقت بيمنعوا الاتصالات بالصف لأنه بدون يعلموا وللأهل راضين يشيلوا التليفونات من إيد ولادهم لأنه بدون يطمنوا عنهم وللأسازة راضين التليفونات بإيد الولاد لأنه بدون يعلموا فيه أستاذ ليه أحل خلى الطلاب يحطوا تليفوناتهم معهم بالصف إنما لو رن الموبايل وما كان محطوط سايلنس مجبورين يردوا على التليفون على اللاود سبيكر شوفوا هيدا الاستاذ لما رن تليفون تنميزة بيصفوا وحطيت على اللاود سبيكر شو صار فيه مهات مهات أساني نفسك مهات كسçar شكرا المترجم الآن كيف يقول لك طبعاً اشتركوا في القناة لحضرت لحضرت اشتركوا في القناة ترحبوا بطبع لاحقاً أم.. هذا بخير أنا أبداً أنا أتوقف هذا و أنا أعلم ما سأسمع بأبناء الأول تكون أبريل و أبريل تكون أبريل مهضومين للتلميس اللي هيك وهو مهضوم الأستاذ اللي هيك أصلاً يعني التلميسة يوصلوا يعملوا هيك مقلة بأستاذهم يعني قديش إني متصلحين معه و قديشهم بحبوه وبهذه الطريقة الأستاذ قد قدر يوصل لقلبهم و لعقلهم و يفهمهم و يفسرهم و يكون منيح معهم و يعلمهم وهذا المهم بالنهاية هدول الأستاذ حلوين بيعلمهم إنما مش الأستاذ بس اللي لازم تعلم هو أساس العلم المنزل البيت الأم والأب هن المدرسة الكبيرة هن اللي بيعلموا ابنهم الشيل صح اللي ما بيتعلموا حتى بالمدرسة شوفوا هيدا القبل لما ابنه الراجع من المدرسة عنده سؤال كيف تصرفوا معه بابا 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 محمدتي هي اللي هتقولي ايه هو اصل الانسان بس يا حبيبي اصل الانسان بقى زمان كان ضخم وكبير وطويل وعريض وشعره طويل وفي حين قاعد يتطور 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 ليه حدا بقنا كده بس يا حبيبي بس يا بابا قالي ان الانسان اصله ارد هده عشان لسا ما خلصتش اصله ايه اصله ارد والله يا حبيبي كل واحد ويتكلم عن اصله والده يا حبيبي يا بابا يا حرام يا بابا هي كول كل واحد بيحكي عن اصل واصل عائلته شو مسمه مدرس الام مدرس بتدمير الجبهات ضغر ضربته للباي حتى الام اذا بدي اتعلم ابنه ينطق هو صغير بعضه بدي اتعلمه يحكي شوفوا كيف يتعلمه ابي ابي ادعو له ادعو له بالخيرات ابي ابي ادعو له بالخيرات 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 شو مه بالخيرات بالخيرات يعني يا حقود ليه اختارتي ابي ابي ادعو له بالخيرات انه انت عم تضحكينا على خيراتي ليه ابي ليه ما اختارت اي مرادف تاني بده تدمر جبهة البي حتى بطريقة انه هي مخصة ما اصدت طيب بموضوع الخيراتي شوفوا التعليم التعليم عندنا بعالمنا العربي فيه هندس يعني معه شهدة هندسة هندس حمام بقلب شركة حمام بس هندسة لولبية طبعا يا جماعة احنا عندنا حمام في المكتب خرافي انه هو ده الحمام بس الحمام هذا تدخل كلا تلاقي حمام ثاني ما ادري كيف المقابل كان يفكر عموما بس الحمام ده 2018 كرسيين وبعدين ينفع للبنات صديقني ان البنات يحب يروح الحمام مع بعض يتوزع و يصير يالله بنات ينروح الحمام و يروح الحمام جان بعض كلا وسواليف بس المقاول والله العظيم يا جماعة فنان يعني مفوض انت لما يكون في واحد انت تدخل تسلب على الساواليف يعني 2018 مقاول شكر ما شاء الله ما شاء الله ما تتمسخروا وانتو عم تتمسخروا ليلة المهندس انه يحامل حمام بقلب حمام و عامل كراسي حط بعضهم يا حبيبي هيدا المهندس عدة هيدا عدة مرحلة الهندس اللي هي انه بحط حمام انا هيدا هيدا بدو ينجوز يعني احنا اليوم هلا قيل انوصلنا كتير اكتر بالعالم العربي فمنمطر بعض قال الحمام ايه بدنا نفوت حتوالات و كذا ما بقفي منا فوتوا مع بعض عدوا حط بعض اعملوا مع بعض يلا انتم مش عارفين ليه هذا المهندس عامل ديل مع اشخاص معينين تيشيل تعرفوا شو؟ انطروا الخبرية بعد بريك اشتركوا في القناة ورجعنا معكم بالأخبار على طريقتنا كنا قبل البريك فارجيناكم فيديو عن حمامات بقلب بعضة وكراسة حد بعضة واعتبرنا أنه المهندس عنده سبب هلأ أجل وقتا نقلكن شو السبب في شركة بكينيا معنى رح نقول بالإنجليز شو عم تعمل هالشركة ألطف عم تعمل ريسايكلينج للبوبينج بتاخد البوبينج وبتعملوا ريسايكلينج للأساس تانية أحسن ما يحكي عن الموضوع بفضل حضركم فيديو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أستاذ خيرت أهلا وصغلا فيه أهزم سيسوني اسمي خريت سيفو خريت سيفو ن تماما تلت حاجة اسمها بوراسكو مش براسكو مش براسكو؟ براسكو دي مش حمدنا اسمها بوراسكو بوراسكو جاية من إيه؟ من بوراسكو هاي أستاذ أستاذ خيرت خريت لا أستاذ خريت نعم أستاذ خريت اليوم حضرتك كيف إجيتك الفكرة إنك تأسس هيك شركة؟ بص حضرتك في ناس كتير قوي عاملة شركات عشان تأكل الناس وتملأ بتونهم وتشربهم طبعا فيش حد فكر إن ياخد الحاجات اللي بتفضى منهم بعد ما بيملوهم أنا خدتها وبستثمرها في أشياء أخرى تفيد البشرية حلو ومنها لهم الفلوس برضو آه طبعا طبعا طيب بس قبل ما نحكي شوية عن شو بدك تعمل فيها هذه الأشياء أنا بحب أعرف كمان ونوضح للمشاهدين كبر الشركة عندك قدية حجمة يعني قدية عدد لموظفين حاليا معقولة؟ حلوك مخدتش بالك من الإعلان؟ أنا أعتبر كل الناس شغالة عندي كل الناس شغالة معي في الشركة كل الناس بتعمل حاجات وبتاخد وصدق حاجات يعني الشعب كله موظف عندك؟ كل الناس طب بتدفعه حلو؟ يعني يا حراج جارة وبتشوف مرسي طب أستاذ خيرت اليوم حضرتكم لما بتاخده خريط يا خيّة أستاذ خريط لما حضرتكم اليوم بتاخده الخريط من الناس شو بتعملوا فيهم؟ والله إحنا عندنا عكاس حاجة وإنحنا بنعمل سمات طبعا بنعمل الفح آه شفنا فيديو بكينيا آه طبعا بنعمل توب توب؟ توب؟ توب بنعمل بيه العماير زي اللي انت عاد فيها دلوقتي؟ واو يعني حنبني عماير دلوقتي من آه طبعا الله من أنت فهم إيه حضرتك؟ أنا بس بفهم منك حضرتك لسه بفكر برضو في البوفاف اللي هي بتطلع قبل طيب آه ليه لأن الناس كتير كلمتنا بتقولينا نعم من الحوش يملك كيس بيبقى فيه هوا كتير أنا بفكر يعني أستخدم هذا الهواء وإن شاء الله همتطلع بيه حاجات كتير ممكن عملك كيس بكين نوطرفان أسانس إفي خيرت خاريات خاريات أستاذ خاريات لو سمحت لو سمحت أستاذ توي أنا أفكر اسمك من بعض عملنا فيه تراب وسميد شو بعد فيه شي بعد بينعمل فيه كفاية كده الحد للأس بس بس أنا بفكر عمل حاجة نعمل منها برضو إطبق للأكل فيك ما بقى أتفكر أستاذ خاريات خاريات لا أرجوك أرجوك ما بقى أتفكر لا ليه أنت بفروض تخدها في الطبقة تاكل من الطبقة لأنا كمان هقدمها لك في أشكال تاكلها وترجعها كريسايكل ريسايكل عرف ريسايكلنج الموضوع زيما بناخد منكم البلاستيك ويعملوا حاجات تانية فناخد الـ فناخد الـ وناكل الـ وتاكلوه وترجع أول تانية وأنا برضو اللي هاخده اللي هعرف نعوده في شركتي ومن بعد ما عملنا مقابلة مع أستاذ خاريات مقابلة كانت كتير خاريات مقابلة كانت كتير خاريات رح نودعكم ونقلكم إنه هادة كانت حلقتنا لليوم ومنشوفكم بحلقة جديدة أسبوع الجاي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة